اشتركوا في القناة ومن ايضا دعا شكرا لكم وقد عدنا لخدمتكم وخدمة البيئة ونسأل الله الاجر في هذه الاعمال التطوعية العلمية التي نقوم بها اليوم جايبي لكم موضوع عن طائر مهمش هو بقائمها الحمراء بالعالم المهددة بالانقراء لكن في الوطن العربي وعندنا ليس في قائمها الحمراء بل ممكن الزرقاء والصفراء والخضراء والالوان جميعا مهدد عندنا بالانقراض بدرجة قصوى ما هو هذا الطائر؟ هذا الطائر يسمى بنسر الادون او لبد او يسمى باسم شعبي ابو شحمة ضخم جدا هذا النسر وايضا يوجد انواع اخرى من النسور المستوطنة عندنا ولكن هذا النسر يتواجد في الجزيرة العربية وايضا يتواجد في افريقيا لنتعرف اكثر على هذا النسر يجتمع هذا النسر مع النسر الاخرى في طباع كثيرة جدا ولكنه يتميز عنهم ايضا في طباع اخرى النسر في العالم اشكال واعلوان واحجام عديدة جدا بعضه حتى غريب بالشكل كأنه دي كرومي هذا النسر يتميز عنها بانه اضخم نسر موجود في الجزيرة العربية هو افريقيا ضخم جدا هذا النسر وايضا غير ضخامته انه لا يخاف من النسور او الحيوانات القمامة التي حول الجيفة او حول الجثة فحينما يقدم هذا النسر لا يخاف لا يبالي باي حيوان موجود بنات اوى لا يخاف منها حيث بنات اوى تخور النسورة الاخرى الا نسر ابو شحمة هذا النسر ايضا اي نسر او اي طائر جارح يحدق فيه يرسل عليه علامات كأنه يقول بلهجتنا العامية انتبه لنفسك تراها واصلة مقفلة يعني توكل على الله ايضا هذا النسر غير شراسته وقوته في القتال وفرض سيطرته حينما يقبل على النسور الاخرى يرفع جناحي وايضا يبرز صدره على اساس يتباهى بانه اكبر او الاضخم او يؤشر مؤشرات خطيرة ويصدر ايضا اصوات في وقت التزاوج وهذا النسر ايضا يتميز بانه يبني اعشاشه على الاشجار خلاف النسور الاخرى التي تبني اعشاشها في الجبال العالية هناك مميزات لهذا النسر كثيرة جدا منقارة قوي بمقدرته تمزيق الجلد واللحم يعني اقوى من النسور الاخرى في المنقار منقارة قوي جدا لنتعرف اكثر على هذا النسر من كتابات الرائع الدكتور محمد يسلم الشبراء بسم الله نبدأ بعض الناس يسهل يقول انت يا عبيد مهتم في النسور لا اللي مهتم في النسور هو الصديق استاذ دكتور شبراء محمد شبراء انا مهتم في اي طائر في اي نبتة مهمشة في اي حيوان مهمش احاول اطل على الناس اقول يا جماعة الحقوا عليه شهدنا اشجار وشهدنا حيوانات تنقرض امامنا في بعض المناطق وبعضها انقرض ونحن نناشد من عشرين سنة نناشد يا جماعة الحقوا عليه حتى الهيئة السعودية للحياة الفطرية مقصرين في بعض الامور يعني اصبح اهتماما فقط الحبار والمهى هناك قطة الزباد هناك شمعية المنقار العصبور الصغير هناك حيوانات كثيرة في صدد الانقراض اتمنى من الهيئة السعودية وايضا مزارة البيئة وغيرها والمهتمين واصحاب المحميات الخاصة الاهتمام في هذه الاشياء من ضمن هذه الحيوانات ايضا نسر الاذون ليش ما فيه الا استاذ دكتور محمد شبراق المفروض هناك جهود كثيرة كلنا الدكتور محمد شبراق في المحافظة على هذا النوع النادر الو هو نسر الاذون لانه ما يجي بسنة لبيضة واحدة يعني فرق واحد مات بعد سنة يأتي بالآخر بعض الملاقي يجيب حصص اذا شاف النسر في عشه يأتي في حصة ويرميه حتى يموت الصغير او يتكسر البيض في الهند كانت النسور عددها اربعين مليون في عام 2003 اصبح عددها عشر الاف شوف مصيبة الان عددها في تناقص بالعالم النسور شافوا وش الاسباب واحد من علماء الهند يقول رأيت النسور تتساقط امامي من الاشياء الاسباب واحد منها هذا علاج ما ادري هو ينباع عندنا ولما ينباع طبعا فيها انواع واشكال كثيرة جدا هذا العلاج يستخدم في البيطرة ويستخدم ايضا في امور اخرى هذا العلاج يستخدم مهد للماشية هذا العلاج اذا ماتت الماشية مهد للعلام يبقى في الانسجة فحينما تأكلها النسور تصاب بالفشل الكلوي والتسمم بعد مدة هذا الطائر المسكين يصاب بالهزل ثم يتصاق احد علماء الهند يقول شاهدت تتصاقط امامي النسور من الاشجار والغابات وبعضهم يقول خلها يتموت يا اخي ما لها داعي شكلها صم وقرف ما يصلح الله لم يخلق شيء عبث ابا وريكم الان راح تشاهدون معي اذا ماتت النسور وش يصير لما ماتت النسور سببت بطاط في الهند كانوا يجمعون العظام اللي تبقيها النسور فيضحنونها يضعونها سمات لأنها تحتوي على كالسيو فلما ماتت النسور اصبحت في القرى بطالة كثيرة جدا في الهند ايضا سببت مشاكل زادت الكلاب فاصبحت الكلاب عددها وصل الى سبعة مليون كلب طبعا لان الغذاء متوفر النسور ليست موجودة الحيوات الميتة الكثيرة فهذا سبب موت كثير جدا للنسور وايضا زادت الكلاب وصلت سبعة مليون فانتشر مرض اسمه داء الكلب واصبح يصاب أربعين مليون في الهند وطبعا هذا يكلف على الدولة مصريف كثيرة جدا النسور كانت تخدم بالمجان في اسبانيا امروا ان تنقل اصحاب المواش ينقل الجثث الى اماكن بعيدة طبعا هذي يكلفهم كثير جدا اصحاب المواش فوضعوها في اماكن محددة فلما وضعوها في اماكن محددة عسستات النسور تأكلها ضطر خمسين مليون يورو على الدولة هذه فوائد النسور يا ساد فلما يصبح هناك خلل في التوازنبي تزود الكلاب فيزود مرض دارك الكلاب الطاول ايضا في السعودية زادت القرود بسبب قتلنا للنمر العرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نصر الأذون لبت أبو شحمة لبت هو اسم ذكره الجاحف في كتابه الحيوان وأطلقه على نصر لقمان حيث ذكر أن الخزرجي شبه طول عمر معاذ بن مسلم بن رجا مولاء القعقاع بن ثور بطول عمر النصر بقوله إن معاذ بن مسلم رجل قد ضج من طول عمره الأبد قد شاب رأس الزمان واختضب الدهر وأثواب عمره جدد يا نصر لقمان كم تعش وكم تلبس ثوب الحياة يا لبت وربما اكتسب هذا الطائر هذا الاسم بسبب وجود تجاعد في رأسه وجزء من رقبته وهي صفة لا توجد في غيره من أنواع النصور ويسمى هذا الطائر في بعض مناطق المملكة العربية السعودية بالحيزة ويعتبر هذا النصر من أكبر النصور التي تتكاثر في شبه الجزيرة العربية وأفريقيا ومن أهم ميزات قوة منقاره الذي يستطيع به تمزيق الجلد وتكسير العظم خاصة في الحيوانات الصغيرة وهي صفة ميزة بين أنواع النصور الأخرى في العالم حيث يعتبر الوحيد بين النصور الذي يمكن تمزيق جثث الحيوانات النافقة كما أن لها القدرة على الافتراس حيث لوحظ من خلال الدراسات التي جريت عليه في كل من المملكة العربية السعودية والسحراء النقب قيامه بافتراس الضب خاصة خلال مواسم التكاثر وأيضا هناك صفة يتشارك مع العقاب في معتقد عند أهل البادي قديما في نجد بأنهم يقولون أنه يفترس صغار الماعز والضان وربما يكون هذا صحيحا إذا ولدت الأنثى صغيرها بعيدا عن القطيع حيث يصبح الصغير عرضه لمهاجمة المفترسات من الذئاب والطباع والثعالي لذلك نجد أن رعاة الأغنام لا يتركون الإناث التي شارفت على الوضع تذهب بعيدا عن المخيم أما في أفريقيا فقد ذكر أنه يستطيع صيد الأرنب كما لوحط ارتياده مناطق تعشيش طيور النحام والتغذي على أفراخيا ويتراوح وزن النصر العذون من 6 إلى 9 كيلو جرامات وطول جنحي في وضع التحليق أي مقدار المسافة بين طرفي جنحي ربما يصل إلى مترين ونصف المتر ويظهر أيضا اللون الأحمر الوردي في النوع الأفريقي أما النوع الموجود في السعودية وفلسطين وسوريا يقل الإحمرار أيضا البالغ في الوطن العربي لونه والنيقات بينما الموجود في أفريقيا البالغ يميل إلى اللون الأسود تضع الأنثى بيضة واحدة فقط في موسم التكاثر قد يظهر لأول وهلة عدم تناسب عدد البيضة الذي تضعه أنثى النصر الأذون وهي بيضة واحدة خلال موسم التكاثر يعني بس سنة بيضة واحدة فقط إذا مات هذا الفرخ سوف تأتي بفرخ آخر خلال السنة القادمة وهذا الذي يجعله في القائمة الحمراء مهدد في الانقرام هناك مشكلة في هذا النصر تضع الأنثى بيضة واحدة فقط في موسم التكاثر يعني بس سنة تنتج بيضة واحدة يعني صغير واحد إذا مات هذا الصغير تنتج في السنة القادمة وبعضهم يستغرب يعني حجمه ضخم ولا يأتي إلا في بيضة واحدة ولكن هنا أنا أتفق مع بعض العلماء الذين يقولون عندهم نظرية بأنه كلما كبر حجم الحيوان وطال عمره كلما قل إنتاجه السنوي من البيض فالطيور الصغيرة أعمارها قصيرة وتضع أعداد كبيرة من البيض في الموسم الواحد أما الطيور المعمرة فهي تنتج بيضا قليلا ويستمر ذلك لمواسم عديدة ويعتبر هذا النوع من النسور الوحيد في الجزيرة العربية الذي يبني أعشاشه فوق الأشجار ويتراوح قطر العش من متر إلى مترين ويبطن الطائر داخل العش بشعر الضان والماعز الذي يخرجه على شكل كرات بعد استخلاص الأنسجة الرطبة منه وهذا الشعر بسبب أكثر شيء في الجزيرة العربية هي الأغنام النجدية والماعز العارضي لها شعر وليس صوف ربما هذا الشعر يكون له دور في حفظ البيضة وتتفياتها خلال موسم الحضانة وتضع أنثى النسر لبط بيضتها في فصل الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة مما قد يساعد الزوجين على حضانة البيض بعكس فصل الصيف الذي ترتفع في درجة الحرارة مما قد يؤثر على أبوين في خلال حضانة مال البيضة كما أن وضع البيض في الشتاء قد يكون له دور في مساعدة الصغار لأن تبحث عن غذائها بنفسها بعد مقادرتها العش في فصل الصيف حيث أن معدل نفوق الحيوانات التي يتغذى عليها هذا النصر يزيد في فصل الصيف عنه في فصل الشتاء مما يعطي الصغار فرصة أكبر للعثور على غذائها وتبلغ فترة حضانة البيض خمس وخمسون يوما أما تربية الفرخ الصغير فتستمر إلى أن يكتمل نمو ريشه وهذا قد يستغلق من مياه وعشرين إلى مياه واربعين يوما يضاف إليها فترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بعد ذلك وهي الفترة التي يحتاجها الصغير لكي يتعلم من الأبوين كيفية البحث عن الغذاء قبل أن يعتمد على نفسه في ذلك ويستقل عن أبويه ليبدأ رحلة الحياة معتمدا على نفسه وما تعلمه من أبويه ومن المعروف أن هذه المرحلة هي أخطر مرحلة في عمر هذه الطيور حيث أن معظم الطيور النافقة من هذا النوع التي تم تسجيلها في محمية محازة الصيد كان طيور في السنة الأولى هناك مشكلة في هذا الطائر نضجه الجنسي متأخر جدا يعني ما يبدأ إنتاج البيض إلا بعد 6 أو 11 سنة وهذه مشكلة وتقوم الأنثى بحضانة البيض بمساعدة الذكر وإن كانت الأنثى هي التي تقوم بالعباء الأكبر في حضانة البيض لكن الذكر يساعدها في الإتيان في بعض الغذاء وهناك سلوك متميز لهذه النصور تختلف عن النصور الأخرى في هذا السلوك الغريب عند الغذاء فالقوي يسيطر على الطيور الأخرى ويقوم بفرد جناحيه قليلا مع رفع ذيله إلى أعلى وخفض رأسه إلى أسفل ويبقى محافظا على هذا الوضع أثناء تغذيته ويستمر النصر المسيطر في سيطرته حتى يأتي فرد جديد يريد التغذي ويحاول أن يطرده من الموقع فإذا لم ينجح في طرده استمر في سيطرته على الغذاء وإن انهزم أمامه قام النصر الجديد المنتصر بالسيطرة على الغذاء وهكذا وغالبا ما يتغير النصر المسيطر عدة مرات مما يعطي فرصة لمجموعة أكبر من هذه النصور للتغذي هذا النصر أكال كيلو جرامين في الوجبة الواحدة يمكن للطائر أن يلتهم أكثر من كيلو جرامين من الغذاء في الوجبة الواحدة وهذا بالطبع يعطيها أهمية كبيرة في النظام البيئي في المناطق الصحراوية خاصة في المملكة العربية السعودية حيث أشارت الدراسات إلى أنها تخلص النظمة البيئية من أكثر من 30% من جثث الحيوانات النظام النافقة وهذه النسبة عالية وتتغذى هذه الطيور على جثث الحيوانات النافقة مما يقي الإنسان والحيوان من انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة ويكفل استمرار دورات العناصر في الشبكة الغذائية للحياة ولهذا السبب وضع علماء الإحياء أن نصور على قمة هرم الغذاء البيئي الصيد الجائر وتسميم غذائه من أسباب تناقص أعداده ولكن للأسف بدأت أعداد هذا الطائر بالتناقص خلال العقود الأخيرة وذلك لعدة أسباب منها الصيد المفرط أو العبث وأيضا قطع الأشجار ونقص الغذاء أو تسممه وإزعاجها في مناطق تعشيشها وذلك برمي الحصى على العشاش وتكسير البيض وقتل الصغار في عشاشها ومما يزيد الطين بالله المعتقدات الخاطئة والخزعبلات التي تسود بين المواطنين في الكثير من الدول الأفريقية فتجعلهم يستخدمون بعض أعضاء هذه الطيور علاجا لبعض الأمراض ومنها ما يستخدمونه في السحر مما يجعلهم يقبلون على صيدها وبيع عظامها وريشها أما في المملكة العربية السعودية دلت الدراسات التي قامت بها الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على أن التسميم والإزعاج في مناطق التعشيش يأتيان في مقدمة الأسباب التي تؤثر سلبا على أعداد هذه الطيور مما يلزم علينا جميعا المحافظة على هذا النوع لأنه لا دور في النظام البيئي ويساهم في استقرار الحياة واستمرارها على كوكب العرض فيجب أن نحمي هذا الطائر أرجوكم يا الهيئة السعودية لإحماية الحياة الفطرية بالمحافظة على هذا النوع من الطيور النادر جدا والمهدد بالانقراط الهيئة السعودية لإحماية الحياة الفطرية ووزارة البيئة أرجوكم لا تهتمون فقط في الحبارة والمهى العربي هناك حيوانات كثيرة عندنا مهددة بالانقراط وبعضها أصلا انقرط ونحن نتفرج نعم نحن يا مواطنين علينا المسؤولية بوضع محميات خاصة أو المساهمة في حماية هذه الأنواع ولكن الهيئة السعودية لها الدورة الأساس والأول فيجب وضع محميات خاصة لهذا الطائر وأيضا طيور أخرى وحيوانات أخرى قبل التلاش والانقراط من الجزيرة العربية هذه عاشت سنوات طويلة جدا في هذه الأرض فيجب علينا الحمايتها والحفاظ عليها كما حافظ عليها الأجداد آسف حصل في هذا الفيلم خطأ أو تقصير ولكن أردت أن تسليط الضوء على بعض الطيور المهمشة التي للأسف الشديد تنقرط ولا أحد يعلم عنها ولها دور أساسي في توازن البيئة شكرا لكم وآسف على الإطالة ترجمة نانسي قنقر